طيب انت حاك قلت كلمة في وسط الكلام انا مش يعني انا مستني الوقت بس عشان اقولها لك قلت انه فيه تركات معينة بتتعمل من خلال لعيبة معينة بياخد بالها منها المدربين الكبار ومدربين المنتخبات واللي بيها كارلوس كيروش شاف حاجات معينة يمكن عدت على ناس كتير اوي بس هو شاف حسين فيصل حاجة شاف مروان حمدي حاجة شاف كناريا حاجة شاف معظم اللعيبة اللي انضمت من سنوحها حاجة طيب هو شايف ايه في مروان حمدي ومروان عليه حالة لغط كتير في الفترة اللي فاتت شايف ايه في مروان حمدي ومروان نقصه ايه عشان اللي عملية تصبت اوه اقول لحظاتك على حقا عشان بس الهجمات الكبيرة جدا على اللعيبة بشكل كبير جدا وانا مش معاها خالص انا ممكن اقول ما يجبنيش لعيب انا كمحلل انا ممكن ابقى محلل في يوم الايام انا ما بيعجبنيش طريقة لعب لعيب كفرد لكن الفضل ده انا بقول عليه ان هو ما بيحققش واحد اتنين ثلاثة فنيا لكن انا ما بدورش برضو كمحلل على طريقة لعب المنتخب هل اللعيب ده متقيد في مساحة معينة وممنوع ان يروح في مساحات مختلفة فانا باعذر اللعيب لان المدرب هو اللي بيقوله كده فانا لازم اوضح كمحلل ارائي للناس عشان الناس تبقى عندها ثقافة كروية ما تنسكش وراء الحملات اللي بتيجي ساعات على اللعيبة تهمدها ده ما في حملات حصلت على مروان محصل اي اه وعملت له مشاكل كبيرة جدا نفسية اي اه فانا باتكلم على ايه باتكلم على ان مروان ما بيلعبش بيلعب معايا في ندي سموحة وهو يعتبر من هدفين الدولي اي بشكل معين اه مستدرش حطه بشكل مختلف خلي بالك برضو عشان تبقى انت عاف اي بشكل مختلف عما كان بيلعب معايا اه فعشان كده الناس اه حطى مروان اه او عمام اه اصلا هو مش لازم الرأس حرب بقى كل شوية يجيب جوان وده حاجة غريبة جدا برضو يعني المفهوم ده انا مش فاهمه برضو لان طرق اللعب مختلف عجمون كل مدرب عن مدرب انا عندي انا استغنيت عامل حسام حسن وكان عندي مصطفى فاتح جاب سبعتاشر جون وعبدالقادر جاب حداشر جون وعب كبير وادي جاب ست جوان فانا كنت باعتمد عالناس اللي جاء من تحت هل بقى مستر كروش بيعتمد كده ونخلي مروان ان هو بيبقى شادو بطريقة شادو يعني مش هو الشادو سترايكر بس هو بطريقة بيشتغلها بشكل معين عشان يفضل مساحات هو ممكن يكون مستر كروش بيعمل كده وهو بيعمل كده فانا مش عايزين نظلم اللعيبة في اداء تيكتيكي لمدرب انه ده هو ده امكانياته لأ مروان انا شايف كنت مصمم ان انا اخده عارة خلي بالك لانه هو وكان في ناس كتير جدا بتشكك في مروان لما كان في نادي الزمالك والزمالك جابوا ليه وعمل وليه كده فانا كنت شايف في مروان حاجات مختلفة عن كل الناس كنت مصمم حتى كان طلبت كده بشمانت سفرج المجلس القديم قبل ما يرحل يعني طلبت منه ان انا اتعاقد مع مروان وصممت ان انا اتعاقد معه فانا مش هايد الناس يشوف اللعيبة بشكل مختلف عن ما هو عليه ودي بقى المشكلة الكبيرة واحوابني ارائي على طريقة لعبه معينة انا بستخدم اللعيد ده ازاي عشان اعمل ايه فهو الكلام ده لازم انتم محللين يحللوا بشكل تفصيلي مش محللين بشكل كروكي